السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم قناة ام ميون لتفسير الاحلام وبشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة احباتي في الناية يريد تشتركوا معايا اكتر واتتواصلوا معايا اكتر عشان باذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بامر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية قص الشعر للمرأة باستفع عامة في المنام علامة يا دون ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة للبنت العزباء لو شافت ان هي شعرها بتقوم بقصة شعرها هنا بيدل على انتهاء المشاكل لها بإذن الله تعالى لو شافت في منامها ان شعرها قصير يعني ان هي قصته بس بقى قصير جدا هنا بيدل على ان هي بتحاول ان هي تحتاج من احد الاشخاص ان هو يقف بجوارها ويقوم بحمايتها من مشكلة اميه اما اذا رأيت ان هي شافت في منامها ان اختها بتقوم بقصة شعرها هنا بيدل على ان هي هتشارك في عمل هيدر بيها وهيأذيها يعني تاخد بالها من الرؤية ديت لو شافت نفسها ان هي واختها ان اختها بتقص شعرها بتقوم بقصة شعرها طب لو شافت في منامها ان هي موجودة في كوافير والكوافير هنا بيقوم بقصة شعرها هنا بيدل بردك لها على ان هي ممكن تخسر خسارة مادية او خسارة مشروع او ان هي ممكن تخسر عمل لها فعليها تواخر حذر من الرؤيات اللي احنا اتكلمنا عنها طب لو شافت ان هي بتقص شعرها يبقى بردك دوت بيدل لها على زوال قربها وازمتها اللي هي موجودة لها يعني رؤية قصة شعرها لو هي بتشوف بنفسها في المنام ان هي اللي بتقوم بقصة شعرها ده بيدل على زوال المشاكل وبيدل على انتهاء المشاكل وزوال الكروب اللي هي فيها انما لو شافت حد تاني بيقصلها شعرها زي ما قلت في التفسيرات اللي قبل كده طيب بالنسبة لو شافت في منامها ان شعرها يعني متشابك وهي بتحاول ان هي تقص شعرها من التشابك ده ده بيدل على ان في خلافات ومشاكل وهي بتمر بيها وبتحاول ان هي تحلها رؤية قصة الضفيرة لو شافت في منامها من بنت العزباء ان شعرها في دفيرة او مدفرها ده بيدل على ان هي ممكن تفارق من تحب او ان هي تسيب من تحب والله اعلى واعلم ده بالنسبة للبنت العزباء اما بالنسبة رؤية قصة الشعر للمرأة المتزوجة هنا بيدل على ان احد الاشخاص لو شافت في منامها ان احد الاشخاص اللي بتعرفوا انه بيقوم بقصة شعرها ده بيدل على ان الشخص دوت بيسيق لها بالكلام وبيسيق في سمعتها وان هو كمان هيكون على خلاف معيها فهيسيق لسمعتها ده لما تشوف الشخص ده ان هي عارفة واذا رأت ان هي بتقص شعرها في اشهر الحرم هنا بيدل على حصولها على الامان باذن الله في الفترة القادمة لها اذا رأيت ان هي بتقص شعرها ده بيدل على اداء الامانات الموجودة عندها والله اعلى واعلم طب لو شافت نفسها ان هي موجودة في مكان زي الكوافير وقعدة بتقص شعرها هنا بيدل على ان هي هتواجه مشكلة والمشكلة دي مش هي اللي هتقدر تحلال وحدها لا في اخرين هيكون موجودين ومحطين بيها وهيعرفهم بالمشكلة دي وهيتم الجدال في المشكلة دي انا هيتكلم فيها ناس كتير ده لو شافت ان الكوافير هو اللي بيقوم بقص شعرها طيب لو شافت المرأة بقى ان هي بتقوم بقص شعر زوجها لو شافت الرؤية دي تعرف ان هي هتكشف ليه اسرار كان الزوج مخبيها عنها وان هي هتعرف عنه كشف اسرار زوجها طيب اذا رأيت في منامها ان هي شافت شعرها مقصوص وشكله حلو جميل وكانت مبسوطة في المنام بشكل شعرها ان هو شكله جميل وحلو هنا بيدل لها على ان هي عايشة حياة فيها اطمئنان وامان لها باذن الله تعالى انما لو شافت في منامها ان قص شعرها وكانت بتبكي على الشعر ان هي قصته هنا ده دليل على ان هي بتندم على اشياء هي كانت فعالتها قبل كده من ممكن يكون اعمال من يكون اموال يعني هي رؤيتها القص شعرها وكانت بتبكي عليه ده بيدل لها على ان هي بتندم على شيء معين حصل لها في الماضي ومزالت ان هي بتندم عليه لما تشوف رؤيتها ان هي بتبكي على الشعر المقصوص لها في المنام والله اعلى واعلم اما بالنسبة للمرأة المطلقة والمرأة الارملة لو شافت في منامها ان هي بتقص شعرها وكان شعرها طويل ده بالنسبة للمرأة اللي شعرها طويل للمرأة المطلقة او الارملة وكان شعرها طويل وشافت نفسها ان هي بتقوم بقص شعرها ده بيدل على ان هي بامر الله تعالى هتتخلص من ظلم واقع عليها من احد الاشخاص وأن إن شاء الله بإذن الله هي هتتخلص من هذا الظلم والله أعلى وأعلم أما لو كان شعرها قصير هنا برضك بيدل لها على أن هي هتتخلص من أحد الأشخاص اللي هو كان بيظلمها والله أعلى وأعلم يبقى رؤيتها أن لو كان شعرها طويل وهي قامت بقصه أو بتقصيره وهنا بيدل لها وكان قصير برضك وشعفت شعرها أنه هو قصير وبتقوم بقصه برضك بيدل لها على تخلص من أحد الأشخاص اللي هو بيظلمها برضك لو شايفت في منامها أن هي بتقوم بقص شعرها سواء كان طويل أو قصير برضك بيدل لها على أن هي سوف تتخلص من الديون والأزمات اللي كانت بتمر بيها يعني تخلص من الشعر سواء كان طويل بالنسبة لها أو قصير ممكن يكون حد كان بيظلمها وهي تتخلص منه أو كان عندها ديون وأزمات وهي كانت بتمر بيها بإذن الله تعالى سوف تتخلص منها بإذن الله تعالى لو شافت في منامها أن هي بتقص شعرها وكان شعرها متشابك ده بيدل على أن هي بإذن الله تعالى هتحصل على حل المشاكل اللي هي كانت بتمر بيها لو شافت شعرها متشابك وأن هي بتقوم بقصه يبقى هي هتحل المشاكل دي بإذن الله رؤية قص الشعر من شخص غريب بقى تاخد بالها هنا تاخد بالها لو شافت أن شخص غريب بيكون بقص شعرها ده بيدل على أن في أحد الأشخاص بس مش مقرب إليها هيقوم بسوق سمعتها بين الناس وعليها تواخل حذر لما تشوف هذه الرؤية طب لو شافت في منامها أن هي شعرها قصير أو أن هي شعرها قامت بقصه سواء كان طويل أو قصير وقامت بقصه هنا بيدل لها على أنها سوف بإذن الله تعالى تستعيد قوتها بعد الضعف اللي كانت موجودة فيه وأن إن شاء الله بإذن الله تعالى هتعيد قوتها بإذن الله تعالى رؤية كنس الشعر المقصوص في المنام هنا بيدل على أن هي بتبتعد عن ارتكاب المعاصي والله أعلى وأعلم رؤية أن أحد الأشخاص المعروفين أنه بيقوم بقص شعرها هنا بردك تاخد بالها أن في أحد الأشخاص بيقوم بقص شعرها بيدل على أنه الشخص ده هياخد منها شيء معين وكمان هيضرها يعني ممكن ياخد منها أموال ياخد منها أي حاجة لو شافت أن شخص معين وعرفاه بيقوم بقص شعرها هنا بيدل عليها أن هي لازم تاخد بالها منها الرؤية دي التحذيرية لأنها هتلاقي شخص يضرها وكمان هياخد منها شيء وهيدرها والله أعلى وأعلم رؤية شخص متوفي بيقوم بقص شعر المرأة المطلقة أو العزباء أو البنت أو المرأة المتزوجة لأي مرأة شافت أن فيه شخص متوفي بيقوم بقص شعرها ده دليل على أن هي هيحصل لها يعني هتزول منها نعم هتزول منها خير في حاجة هتزول من عندها ممكن يكون مال ممكن يكون خير ربنا رزقها برزق والرزق ده يروح من عندها وعلى الأغلب بيبقى مال أو نعمة أو خير ربنا مدهولها لو رأيت في منامها شخص من الأقارب بيقص لها شعرها هنا بيدل على أنه هيسلب لها حق من حقوقها يعني لو شخص ريب لها أو من الأقارب وقام بقص شعرها ده يسلب حق من حقوقها والله أعلى وأعلم رؤية أن الكوافير بيقص شعر المرأة من مطلقة أو الأرملة ده بيدل على أن هي بتحاول أن هي تطلب المساعدة من أحد الأشخاص والله أعلى وأعلم للتخلص من الأزمات اللي موجودة عندها والله أعلى وأعلم بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا معلش كان الفيديو يطاول شوية بس مفصل لكل حاجة بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا ويريد تدعموني بلايك وشير للفيديو وأي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليات وأنا إن شاء الله بإذن الله أرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر